أهلا سهلا بكم في فيديو جديد على قناتي هذا الفيديو مثل ما شفت بالانوان هو ميكوب توتوريال اذا شفتوا فيديو مبارح سيكون هذا ميكوب هو موجود بفيديو مبارح او سأعطته عملته ثم صورت الفيديو اللي نزل مبارح شايفين كيف الواحد يطرق صفورين بحجر واحد المهم ايالي حابة يشوف كيف طرع معي هذا اللوك حاولت استخدم اكتر شي من منتجات إبسي اللي حتعطيكم رأيه فيها وإن شاء الله إن شاء الله نحن نرجع نعمل ميكب توتوريالز كل فترة وفترة لأنه أنا صلي كتير زمامة عملت توتوريالز على القناة وكتير عم ينطلب مني توتوريالز لأنه الميكب دبعي كتير خفيف وسهل بدون تعقيدات صراحة أوكي ممكن يطلع كتير قوي بس هو بدون تعقيدات عرفته بشكل كتير خفيف هلأ بس تشوفوا الفيديو حتفهموا علي أبل بما نبلش بالفيديو مثل العادية هتنسى عمل سبسكرا بالقناة ليوزر الأحمد تحت الفيديو اعملوا لايك للفيديو وعملوا لشير إذا حبيتو لا تنسوا تتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي هتكونوا بآخر الفيديو وتحت بسندوق الوصف رح حاول حطول لكم لينك بعض الأشياء اللي أنا استخدمت تحت بسندوق الوصف يلي بلاقي صراحة رح يكون موجود تحت وبعد كل هيك يلا نبلش أول شي رح بلش بالبرايمر من شركة بيور بس واصل بإبسي وتقريبا أغلب المنتجات هتكون هي واصلتني من شركة إبسي بس أنا لقيت لكم إياها من أمازون وحطت لكم إياها تحت بسندوق الوصف المهم بحب مدى البرائمر بإيدي واستمع عليه ثواني لحتى ينشف على الأخير وبعدين هستخدم هذا الفاونديشن من فزيشن فورميلا هذا دراج ستور فاونديشن بحبه كتير كتير الكفرش تبعه كتير حلوة نصحت فيه أكتر من مرات تغطية تبعه يعني بتحسوه شوي تقيل على فكرة يعني مو يومي ممكن استخدموه لطلعت غدا طلعت عشاء هيك شي فرده شوي صغيرة صعب لأنه هو تقيل على البشرة شوي وستخدم معه هاي الفرشاية من سيجما وبعد هيك هستخدم هذا الكونسيلر بحبه كتير من ميبلين طبعا الدرجة تبعيته لايت مع هاي الفرشاية من فراشي إيكو تولز هدول الاتنين كمان دراج ستور ميكب من الدراج ستور يعني ممكن تلقوه بوالمارت والغرينز سي في اس أو أمازون وبعدين حسبت كل شي ببودرة حرة هاي مائلة لون من شركة بكا حسبت كل شي بكل البشرة بس هيك طب طب لحتى كل شي يثبت مكانه الفونديشن والكونسيلر هاي الفرشاية الوحيدة اللي ما لقيتها بعد هيك بلشت أرسم حواجبي بفرشاية هاي الحواجب من إيكو تولز واستخدمت هذا الألم كمان واصلني من إبسي اسمه وندر كتير حبيته لونه كتير حلو بس شوي صعب فرده يعني ما لوجيل عرفتو يعني أنا إما باستخدم البودرة أو باستخدم الجيل بس هذا ما لوجيل سو شوي الفرد تبعه أصعب وبعدين ثبتت كل شي على الحواجب من هاي مسكرة من بنافت هاي مسكرة شفافة كتير مثل ما كن شافين ما بتعمل أي شي بس بتثبت كل شي مكانه وهلا على برونزر جبت هذا البرونزر حبيته أنه اسمه على اسمي جي جي اسمه من شركة جي جي جورجس أتوقع هيك اسمه وبعدين هم باستخدم معه هاي الفرشاية من فرمو هدول اتنين كمان واصلين بإبسي والاتنين كتير بحبون الفرشاية كتير سهلة بالدمج وكمان البرونزر هتلاحظوا البرونزر هون أنا حطيته على أنفي لحتى تحدد الأنف وكمان عملته كلون انتقالي فوق العين وبعدين هاي البودرة اللي أبدا ما باستغني عنا هي البودرة من إيرسبون هاي بتلاقوه بوالمرت حطيت لكم اللينك تبعها من أمازون حقها خمس دولارات بس هاي من أحسن الشغلات اللي ممكن تستخدموه مع المكياج أنا دائما بحطة صراحة وهلأ جبت هاي البالت من توفيست هاي صراحة إشت نهدية؟ مو من إبسي ولا من أي مكان هاستخدم هادول الألوان مثل ما نكن شايفين مع بفرشاية دمج وححطها على آخر العين مثل رقم سبعة أو V لبرة ححط هادول الألوان صراحة كتير بحب هاي الألوان أنا وكمان حامل كمان V من جوة العين يعني من جوة العين ومن برة العين مثل ما نكن شايفين وحاول أدمى فيني خليني المكان اللي بالوسط فاضي ما يجي عليه هادا اللون أبدا هلا عم حاول إدمج لحتى ما يكون كتير محدد بس أنا بديها محدد شوي بس ما بديها كتير حاد وبعد هيك جبت هاي الفرشاية من سيجما واخترت هادا اللون اللي هو مثل هالوغراف أو هيك شي كتير حبيته اسمه سنو كتير حلو اللون مع هادول الألوان اللي أنا حطيتهم كتير حلو حطيته بالمكان النصاني اللي هو تركناه فاضي فبرجع بدمج حوالي المكان لحتى يكون كل اللون متناسق مع بعضه وما يكون كتير حد وما يكون كتير كل لون جاي من مطرح فدمجت الألوان مع بعضها حتى كأنه بيّنت كل اللون واحد دس مقسم على الأقصام العين بس بحب غمق شوي الزاوية الخارجية من العين وصاويت العين الثاني وطلع بهذا الشكل هلأ رح روح كل هاي البودرة طبعا ما استخدمت ألوان غامقة لهيك ما فيه كتير زوايد نزلت على خبدي أو نزلت على البودرة أو أي شي هلأ نفس اللون اللي أنا استخدمته لفوق العين رح أستخدمه تحت العين بس كمان بنفس الطريقة رح حط بأول العين وبآخر العين وأترك النص فاضي عم بستخدم هاي الفرشاية من برو مودا توقعيك اسمها وبعدين جبت هاي الفرشاية صراحة هاي ما مكتوب عليها اسمها كتمنت تكري من وين هستخدم اللون الأزرع اللي استخدمته لفوق العين كمان بنص العين وبعد هيك البلوش والهايلايتر من هاي الشركة اسمه ماديسون ميلر كمان لقيتها على أمازون بس هي واطلة من إبسي اللون اللي بلوش طبعا أو لون حمرت الخدود كتير حلو وناعم استخدمت معه هاي الفرشاية ما بعرف صراحة كمان هي من وين والهايلايتر استخدمت معه هاي الفرشاية من ريال تكنيك فراشي ريال تكنيك كتير بحبون كله يعطون وهي واحدة من اللي كتير بحبون وهلا هستخدم هادا الليب لينر هادا الليب لينر من ويت أن وايلد كمان لقيت لكم يا نفس اللون تحت بي صندوق الوصف اسمه pair to comment اللون بس اللون روعة وهدول لقلام كتير كتير بحبون طبع وات أن وايلد بعنه أبدا ما لون غالين تقريبا كل قلم أقل من 3 دولار بس لأنه جيلد فبينسحب سحب لحاله عرفته يعني بيطلع اللون بجنن شوفوا اللون شو حلوعة فكرة ما احتاج شي فوقه بس حبيت اني حطوا شوية لمعة بسيطة فوقه وجبت هذا الليب كلاس أو هو لبستيك صراحة من مي كي أو ماري كي عفون اللون كمان طلع مطابق بالضبط مع لون اللاينر وآخر شي طبعا ما ها حط رموش لأني ما يتعلع برات البيت وأنا كتير قليل لحط رموش فحبيت استخدم هاي المسكرة كمان واصلتني من إبسي من شركة إت اسمه super hero the darkest black اللون تبعه أسود غامع مثل ما لكم شايفين كأني حط رموش كتير كتير خفيفة فكتير بحب هاي المسكرة وحلو انه صغيرة بتنحمل معكم بالشنطة يوم ما رح هذا كان ميكب اليوم أو ميكياج اليوم إن شاء الله تكونوا حبيتوا إن شاء الله تكونوا عجبكم كتبوا لي تحت في التعليقات إذا حبيتوا إذا عجبكم وشو ألوان بتحبوا أني أعملها للأسبوع الجاية أو للفيديو جاية لأنه إن شاء الله أنا عم أفكر إنه يصير كل يوم جماعة ينزل ميكب توتوريال إن شاء الله إن شاء الله إذا قدرت تواصل على هذا اللي أنا عم ساوي فإن شاء الله كتبوا لي تحت شو ألوان بتحبوا ساوي لكم ياها الفيديو الجاية وأنا حيختار أكتر لون أو أكتر تعليق إجعله لايكات تفقنا؟ تفقنا يلا بشوفكم بالفيديو الجاية لا تنسوا تعملوا سبسكراب القناة ليه وزر الأحمد تحت الفيديو ولايك للفيديو وعملوا له شير إذا حبيتوا وأهم الشي لا تنسوا تعملوا كل مواقع التواصل الاجتماعي سيكونوا بآخر الفيديو وتحت بصندوق الوصف أحبكم كتير كتير وإن شاء الله شوفكم بالفيديو الجاية باي